السلام عليكم اسمي راشيد برحمني أمي دكالية مغربي عروبي قح الماكلة المفضلة عندي الرفيسة خاصة من الحلبة والمساخن ويكون الجو بارد وفيها تجاج بلدي عارب راديكسا مبلي بياتي بالدكيكا والمسمن في الحقيقة تزرعوا فينا شيح ويج عمرهم ما يحيدوا أو في الدم أخوكم مغربي ومسيحي بغيت غير نعاود لكم بعد قصتي بس تعرفوا أشوقها حتى وليت مسيحي كبرت بحالكم كما يكبروا أولاد المغاربة كاملين كبرت في أسرة دارت اللي تقدر عليه بس تكبرني كبرت كان عراف بالدين دياننا هو الإسلام وأنه ما كانش بحاله هو الدين اللخر وأنه محمد النبي وخاتم الأنبياء أبقى عن فقيه يموت على القرآن يقراه ليل ونهار أبدأ علمني القرآن وأنا صغير من ربع سنين دخلت الجامعة وشديت اللوحة قريت حفظت السلصال وكركت دوزت قاعدة صليت وراء الواليد وحتعت زيدني مرات نقاعدة قريت معه الحزب ومشيت معه المناسبة وقريت معه القرآن وهو كان فرحان بي قدام صحابه كان مرات يزيدني نقراه ونعرض حفظ القرآن دارت الأيام واحد النهار سمعت برنامج في الراديو ذلك ساعة التلفزيون يوقف بكري الراديو كان هو الآيباد داعبه كان سهر ونقلب على اللموجة نسمع العربية نوقف مرات الصوت يأتي تحت فيه إيدات حول العالم مونتي كارلو ترسلت معهم وكانت هذه البدية بديت بشوية بشوية كانت تعرف على الإنجيل على حياة سيد المسيح كما مذكورة في الإنجيل ومن بعد ربع سنين لدي المراسلة والنقاش اقتنعت بالإنجيل ووليت مسيحي أو هذه الساعة قامت القيامة عليها تواحد ما عجبوا الحال في العائلة في الحقيقة داست عليها بسبب أن المجتمع لا يقبلش اللي بدل دينه عنا عيب وعار اللي قال لك واللي صهيوني اللي قال لك شروه اللي قال ولا عامل وأنا ديما كنت كان نقول وباقي كان نقول اللي بغى يقول شي حاجة يقولها كل واحد فمو عنده ولكن حشوما أحتالين غادي يبقاوا هاكم في الخارج واللي ملحد واللي مسيحي واللي مسلم شغلك عادي ما كايس لي تصوق لك ولكن احنا مو صيبة كل واحد بغى يدخل فيك من مول الهرين للعساس الجيران بلا من هذروا على الباقية علش؟ إن الباقي ما عارفين اشتقعة حقوق الإنسان ما هو اللي من حقي واللي من حق الناس باقين كان سحابه رايشين في قبيلة اللي خرج من القبيلة يتختل واش ماشي من حقي كام غريبين واللي مسيحي ولا ملحد ولا بلادين قاع واش مكتوب علي إلا تولدت مغربي نكون مسلم بالأهلي زقلولية واش الدين صحة واش الله ديكتاتور حاشا راحنا كنعطيه صورة خيبة على الدين اللي بززناه على الناس حرية العاقيدة هي الأساس إلا ما كانت ما كينحت حرية أخرى أنا مغريبي ومسيحي ماشي بوحدي كينين بالزاب حالي ومن كل طبقات ومن كل مدن ولكن بصراحة بصراحة مكرفصين علينا في بلادنا كي استدعينا البوليس منو علينا الجامعون عبدالله حتى في ضيورنا منو علينا ندخلوا كتابنا المقدس كي هجمو علينا في الاجتماعات في البيوت منو علينا نسمي أولادنا سميات مسيحية شحال من واحد فينا كي بلوكيو لي باسبورو أو لي حاكمو أو لي سخسخوه في الأوراق الإدارية أنا حيضوا لي باسبوري واحد العام ادووني وجابوني شحال من مرة لحناش ديما كانوا غادين جايين عندي مانا ما كين باس حيث وليت مسيحي مخلين على الإرهابيين والدواعيش والذي يعلموا الناس التكفير وعلمهم القتيل والإرهاب والتفرقيع وجايين عن المسيحيين اللي بحالة اللي كي ضلوا وعلموا أولادهم المحبة التساموح السلام إلى آخره عش غاد يدير هاد المسيحي يصلي يتجمع مع مسيحيين بحالة ويقرأوا في كتاب ديالهم ومن بعد عش وقع عشنو غاد يضر المغرب من هاد القادية مغريبي ومسيحي كنموت على بلادي وانتمنى بلادي تعرفش كون عدوها رماشي نحن العدو نحن أولادها ونحن غير دراوش نحن نعيش كمسيحيين هازين ريوسنا في بلادنا ولا ما يتعدى علينا حتى واحد لا نحن نعيش في الحقرة نحن نديره جهدنا وندافع على بلادنا نحن بلادنا تكون هي اللولة في حقوق الإنسان تكون اللولة في حرية التعبير تكون اللولة في حرية العاقيدة لا يقوم بلنا فهمنا وعينا دافعوا لحرية العاقيدة وحقوق الإنسان كما تريد أن تكون حر في دينك حتى أنا أريد أن أكون حر في ديني مغربي ومسيحي وإذا كنت مع حقي في حرية العاقيدة ديروا لي لايك وشير شكراً من عندي اشتركوا في القناة